تضاعف القافلة الوردية أحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بنشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي في جميع أنحاء الإمارات جهودها لنشر رسالتها التوعوية حول أعراض سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر عنه وأهميته لضمان فاعلية العلاج ونجاحه باعتباره أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء يأتي ذلك مع اقتراب موعد انطلاق مسيرة فرسان القافلة الوردية في عامها الثامن على مدار أسبوع كامل ابتداء من الثامن والعشرين من فبراير المقبل وشددت الدكتورة سوسن الماضي مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان رئيس اللجنة الطبية والتعوية في مسيرة فرسان القافلة الوردية على أهمية إبراز الدور الفاعل الذي تلعبه الفحوصات الدورية في تحديد أعراض سرطان الثدي واكتشافها في وقت مبكر مؤكد أن نسبة نجاح علاج سرطان الثدي تتزايد لتصل إلى 98% كلما تم تشخيصه بمراحله الأولى داعي جميع المقيمين على أراضي الدولة إلى إجراء الفحص المبكر المجاني ترجمة نانسي قنقر